السلام عليكم ورحمة الله. معكم استاذ عبدالنج. ان شاء الله نشوف هذا الفيديو. آآ سلسلة ديه التمارين داخل درس ديه الموحي الدائرة ومسحة قرص. وهالدرس انه ممكن نستبد منه سوى المستوى المستوى الخامس. ولا السادس ايضا لان هذا الدرس كي يقرأه بجوج هنا بنفس الطريقة. اذا نبدو على بركة الله. انا اول في هذا الفيديو غالي نقسموه. ان هذا يكون الفيديو الاول غالي ندخدموه على الصفحة الاولى. في التمارين ديه الموحي الدائرة. والفيديو المقبل يكون على هات التمارين دي الحساب مساحة دي الجزء المخدش. زي ما تساوش ابن فلاشين في الجرس بجي ما وصلكم جديد دينا. وتبقوا ديما متابعين دروس السنة والسنوات مقبلة ان شاء الله لان كين اشياء قادرات في لكم في قناة الدعم المدرسي. انا نعمل مع التمارين. اه اه التمارين اللي في هيني الوضعيات مسألة. التمارين الاخرى فيها فقط حساب مباشر. اذا كانت غير مفهومة فممكن ديروها ايضا ونضيفوها في الفيديو المقبل ان شاء الله. كيفية انكم ان تتواصل معنا عبر التعليق. وحال كان التعليق يعني مقفل بسبب اللي ان اليوتيوب كي بنعبت احيان. فممكن تواصل معنا صفحة دير الفيسبوك. اذا لادنا التمارين وراحية الشكل واحسب محيطة. محيطة الشكل يعني هو تخط الاسود كامل تحل الطول اللي له بالسنتيمتر. فهنا هتنسى ونطنبلو ان هذا عبارة عن مربع الان وشرين واثنين 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 واثنين. اذا نفعل حساب المحيط. تلاحظوا بان هنا عدنا نصف دائرة. واحتى هنا عدنا نصف دائرة. اذا فعادنا جوجة الانصف دائرة. دين فهذه دائرة. ونضيفو عليها هذا الضلعين في الجانب. اذا فعدنا ما بفاعد نظير نسب دائرة زائد دائرة نظرة دائرة كاملة. هي القطر زائد ابدل في اتنين واثنين سونتي متر وه lodge اعضنا في اتنين واثنين سونتي متر. اذا اتنين واثنين واثنين في بي هي تود ستين فاصل السفر تمامية. واتنين واثنين واثنين زيت تنو عشرين هي اربعة واربعون. فالمجموع هو مئة وتلاتة عشر فاصلة سفر تمامية سونتي متر هو محيط هاد الشكل. بالنسبة للتمرين رقم ثلاثة. آآ دار عداء حول حلبة دائرية الشكل خمسونة مرة. يعني مثلنا عداء صورة فقط للتوضيح. يعني كان يعني يجري آآ في حلبة دائرية الشكل ودار في عيني خمسين دورة او جرفة خمسين مرة. المسافة التي هي سيقطعها او خطعها اذا علمت ان قياس شوع على الحلبة يساوي تلاتين متر. يعني لدينا الحلبة دائرية. هو جرفة خمسين مرة والحلبة. نعرف الشوع ديالها هو تلاتين متر. بغينا نعرف اوش حال ما سيقطع اول شي. نحسب اولا المحيط للحلبة الدائرية. اذا في المحيط هو بي كيساوينا آآ بي كتساوينا جوج في آآ في بي. يعني جوج في شوع في بي. اذا اه تلاتين ليه الشوع في جوج ليه ستين في بي. تلاتين فاسا بعتاش. اذا كتساوي لنا مية وتمين وتمينين فاصلة آآ اربعة متر. فقط دورة وحدة فيها مية وتمينية وتمانين آآ متر فاصلة اربعة. هو جرفة الحلبة خمسين مرة. اذا فالحسب ثانيا المسابة التي قطعها العداء نضربه محيطة الحلبة في خمسين. اذا فالنتيجة هي تزعة الاف واربعمائة وانشترون متر. يعني تقريبا لين تسعة كلمترات ونصف في المسابة التي تجرها هاد العداء هاد دورة للخمسين. جمعين رقم اربعة. اقيم سياج طوله مئة وخمسون فاصلتين وسبعون. نعطينا فقط صورة للخضيح. ما كانش تخطينا ودرنا فيه سياج. في شكل اه حديقة دائرية. الطول السياج اللي غد نديره فالحديقة هو مية وخمسين فاصلتين وسبعين. متر. قد نحسبوه. قطر الحديقة اني شحال طول لد القطر. فنعلم ان محيط الدائرة هو بي كي ساوينا القطر في بي. اذا مية وخمسين فاصلتين وسبعين قسمات. ثلاثة فاصلتين وسبعين. اذا فقطر الحديقة هو ديك تسوينا تمانية واربعين متر. تمرين الخامس. اه صنع النجار مائدة دائرية شكل قطرها يساوي واحد فاصلتين متر. ما هي مساحة. فاختناك ايضا لاتصورة باش نوضح التمرين لان الناس اللي ما كانش في هاي الصور. فنطعوه لأولا مائدة دائرية. ما اذا في المنزل. فشكل فوق دائري. القطر ديريني من الطرف للطرف. متر فاصلتين. اه اللي مطلوب بنا نستعمل له باش نحسبوه المساحة. اذا نعلم ان مساحة القرص. لان هذه عبارة عن القرص. هو اغف اغف بي شعف شعف بي. اذا هي سفة فاصلتسعين. في سفة ستسعين في تلاشة فاصلتسعين. ممكن نقولوا بنجدنا سفة فاصلتسعين. فهما اعطونا هنا اعطونا القطر. احنا بغينا الشعف باش نحسبوه المساحة ايضا نقسمه الى اتنان. واحد فاصلة تمانين قسمة اتنان يصبح فاصلتسعين. اتن فتكون المساحة هي اتنان فاصلة اه خمسة الاف واربعمائة واربعة وتلاتون متر مربع. ونكون نكملنا التمانين خاصة بجزء الاول الخاص بالمحيط. نكمل ان شاء الله في فيديو مقبل.